الرحمن الرحيم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نكرر مطالبتنا بإجراء التعديلات الآتية على موازنة 2021 واحد تخفيض نجمال الانفاق إلى 90 تريليون لتكون النفقات الجارية 80 تريليون والاستثمارية 8 تريليون واثنين تريليون للتنمية المحافظات اثنيا تخفيض صعر الصرف إلى 1300 دينار لكل دولار ثلاثة يمنع تمويل العجز من البنك المركزي مطلقا وإلغاء القروض الجديدة لغرض استحداث مشاريع استثمارية جديدة أربعة المادة العاشرة الفقرة الثانية التي تذكر أصناف النفقات السيادية لا بد أن يضاف إليها وزارة النفط وزارة النقل وزارة الموارد المائية شمول قطاع الأمن والدفاع بكل وزاراته ومؤسساته ضمن النفقات السيادية وكذلك احتياطي الطوارئ خمسة إلغاء الفقرة أولا من المادة العاشرة التي تحتسب مستحقات إقليم كردستان للسنوات السابقة من 2014 إلى 2019 على الرغم من عدم تسليمه لإرادات النفطية وغير النفطية للسلطة الاتحادية ستة تعدل الفقرة ثانيا أليف من المادة العاشرة تكون يلتزم الإقليم بالتسليم 460 ألف بربيل يوميا إلى شركة سومو وفي حال زيادة إنتاجه عن هذا المقدار يلتزم بتسليمه أيضا إلى الشركة الوطنية لتسويق النفط سومو سبعة إضافة المادة السابعة من قانون تمويل العز المالي لتكون هي الحاكمة في تحديد العلاقة بين الإقليم والسلطة الاتحادية في إدارة الإرادات وتوزيعها على العراقيين ثمانية تلغى الفقرة ثالثا أليف با جيم التي تسمح بتحمل السلطات الاتحادية قروض الإقليم والتزامات المالية التي أبرمها سنوات ماضية تسعة المادة 15 ثانيا لا بد أن تلزم شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال 30 يوما وبخلافه تفرض عقوبات ترجمة نانسي قنقر